لا حلول إنسانية للأزمة اليمنية تاكيد أممي على طبيعة الحل في اليمن في متمر دولي عقد بجينيف لتوفير المساعدات الإنسانية فالتسوية السياسية في نظر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغو تريش هي الطريق الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الإنسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقا للمرقعية الثلاث التي أجبع عليها اليمنيون الحكومة اليمنية لا تختلف مع ما قاله المسؤول الأممي فالعودة لطاولة المفاوضات بتصريح وزير الخارجية عبد الملك المخلافي سبيل لإنهاء المأساة الإنسانية لكن المخلافي في كلمته أمام المانحين في مؤتمر الاستجابة ربط تلك المفاوضات بإنهاء الانقلاب وباشتراطات مرقعيات التسوية المعلنة وهي الاشتراطات التي ترفضها ميليشيا الحوثي مما يجعل التسوية السياسية مجرد حديث متكرر لسلام فشل منذ سنوات في تثبيت هدنة إنسانية واحدة المتمر الدولي الذي نظمته الأمم المتحدة نجح في خلق تضامن دولي برفع قيمة المساعدات الإنسانية لليمن بحوالي ملياري دولار وهو المبلغ الذي قالت خطة الاستجابة الإنسانية إنه يحقق المستوى المعقولة من الاحتياجات الإنسانية لكن الأمين العام للأمم المتحدة قال إن اليمن تحتاج أيضا إلى ثلاثة مليارات دولار وفق إحصائيات الأمم المتحدة فإن الحرب في اليمن جعلت أكثر من 22 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية والحماية بينما يعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بينهم أكثر من ثمانية ملايين شخص لا يعلمون كيف يوفرون وجبتهم الغذائية التالية تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن معقدة بدهالز السياسة وعوضا عن صعوبة تحقيق حل سياسي في ظل تعنت ميليشيا الانقلاب وعدم جدية التحالف في الحسم العسكري فإن المساعدات الإنسانية واقعة بين نهب الميليشيا الانقلابية والسياسات الغامضة للتحالف المتحكم بالموانئ والمطارات اليمنية ترجمة نانسي قنقر